تنظيم الوقت من الأمور المهمة جداً للجميع مهما كان نمطك إذا وقت غير منظم ستطيع أوقاتك وتشعر أنه ما يعد عندك قدرة أنك تذاكر وتستوعد وتفهم وتحفظ ولذلك ضروري أنك تقسم أوقات المذاكرة تبدأ بالأمر المهم جداً ثم الأمور الخبيبة تتركها لاحقاً ولعلك تبحث وتبحث عن طرق لإدارة الوقت مثلاً مصفوفة الوقت العاجل وغير العاجل المهم وغير مهم من المصفوفات المهمة جداً في هذا الباب في ترتيب الأولويات في الحياة ذلك ضروري أن أعرف أولويات حتى أبدأ فيها كذلك من الأمور المهم أيها الكرام الأمر الذي بعضكم ذكره والله سأل عنه وهو التكرار نمطك بصري أو سمعي أو حارك بدون تكرار لن تستفيد كثيراً التكرار للجميع بما يتناسب مع النمط تذكروا هذه المعلومة أنا حاركي أكرر وأنا قوم أتحرك بصري أكرر بالنظر باستمرار كل مرة أرجع للمعلومة سمعي أكرر بالذكرى المعلومة بالصوت التكرار أمر لا غنى عنه في الحياة ولذلك نسمع بعض الناس يقولوا والله يا خنا يا إنسان أفهم ما أحفظ والثاني يقولوا والله أنا أحفظ بس ما أفهم والذي يقولوا ما يحفظ لا سهل الحفظ والذي يقولوا ما يفهم سهل الفهم التكرار يقفل كل شيء التكرار أمر ترى مهم في الحياة جداً وذلك يعني كلنا أحفظ صورة الحمد لله رب العالمين الفاتحة وربما ما جرس يتعمد حفظه صغير لكن لأنه كررها كثيراً فحافظها التكرار ما هو سلبي كرر حتى تستوعب حتى تحفظ حتى تثبت المعلومة فيه في دماغك بشكل جيد من الأمور المهمة أيها كراماً أن نأخذ الأمور أن تكون جاداً في دراستك أن تكون جادة في دراستك إذا جاء وقت الدراسة تكون جادة الآن دراسة وبالتالي المشتتات لابد أن نجنبها وأكبر مشتتات الجوال الذين ذاكروا الجوال جنبه هذا ما أخذ الأمر بجدية ولو استخدم كل المعطلة التناسب معه كل الوسائل التناسب معه بطلع أن يستفيد لأنه فيه مشتتات عنده لا تجعل هذه المشتتات تشغل نفسك بذات الجوال أغلق الجوال أبعد الجوال إجعل للجوال أوقات في البريك ما قلنا كل نصف ساعة يأخذ بريك روح الجوال وشيك شيك على الرسائل خمس دقاق ثم أرجع تقلب الجوال قفل الجوال وعد مرة ثانية لا يشغل الجوال أثناء مذاكرة أبدا لا يشغل الجوال أثناء حضور الدرس حضور القاعة خذوا الأمر بجدية في هذا الأمر من الأمور المفيدة حقيقة واللي يحتاجها لكلام طويل استراتيجية الربط الذهني الدماغ البشري الطبيعة يربط إخوان يعني هذه المعلومة يربطها بمعلومة ثانية معلومة يربطها بمكان معلومة يربطها بشخص معلومة يربطها بزاوية في السبورة مثلاً وذلك السمعي ممكن يسوي الربط هذا حتى يتذكر المعلومة مثلاً معلومة مهمة يقولها بصوت مرتفع أو يجي في الزاوية معين يقول تذكر ثلاث عناصر الموضوع واحد كذا ويروح مكان ثاني يقول ثنين كذا ويروح مكان ثاني يقول ثلاثة كذا الصوت مع أماكن يسوي ربط فيتذكر البصري لما يلوم مثلاً أو يضع دائرة على الأمر البارز دائرة بلون أحمر مثلاً أو بالفسفوري على أمر بارز أنا أتكلم الربط ما يكون تستخدم وصيلة مكررة باستمراتها لن ترتبط في الزهن لن تستذكره بصورة أربط رشال مهمة بطريقة جديدة فالربط الزهندي استفتجات روعة حقيقة ونحتاج أن نطبق حتى نستفيد منها كثيراً وأخيراً واحد يكون صاحب نظر تفاؤلية وثقة بالله عز وجل وثق بنفسك لديك ولديك من القدرات ما يفوق حقيقة تصورك عن نفسك ويكفي هذا كلام لمن هو جيد في جلد الذات أنا والله تعبان أنا والله ما عندي يعني سالفة على ما يقولون أنا والله ما عني بذكية أنا والله يكفي أن نجلد في ذاتنا وغيرنا يبني نفسه ويبني ثقته ثقي وثق في نفسك لديكم من القدرات ما يكفي لبناء أمم كن على ثقة بنفسك عالية ولا تنسى قبل كل شيء توكلوا على الله عز وجل والعمل بالأسباب والدعاء ونصر الله تعالى أن يفقنا وإياكم جميعاً قبل أن ننهي هذه المادة أنا أحب أن أشكركم أن أشكركم جميعاً على كلماتكم الجميلة في التعليقات والتي حقيقة سرتني كثيراً ومشاعركم الرائعة عبارات حقيقة أفتخر بها وأشكركم عليها جداً وخصوصاً من أبلغني عن مدى استفادته الكبيرة من المحاضرة الأول ومن المحاضرة الثانية الثانية ومن يخطط من معلمة ومعلمة لتنفيذها مع طلابهم أشكركم جميعاً على هذا التفاعل الأكثر من رائع حقيقة ومثلكم لا يستغر منه حرصكم وحضوركم يدل على هذا الأمر والعدد الكبير حقيقة فيه في الحضور الدور كان يعني عدد رائع جداً تجاوز الألف يعني من الحضور أتمنى أن أكون قدمت لكم مادة تستحق أوقاتكم التي بدلتموها وتستحق عقولكم الواعية النيرة وأن لا أكون قد أضعت عليكم بعض الأوقات المهمة جداً مثل ما ذكر بعضكم في تعليقات عبارة جميلة أكثر من أحد ذكرها هذه الأنماط التي ذكرتها والاستراتيجيات تراها أمور يسيرة بسيطة لكنها تحدث فرق كبير بعضنا اكتشفها كذا أثناء الممارس بحياته فالدورة تثبت عنده قناعة بنمطه والبعض ربما تشتت فالآن الدورة حدثت له الطريق والمسار حتى يمشي على أعلى أبين أتوقع أغلبكم الآن بعد هذه المحاضرة الثالثة من المادتنا يكون عنده الطلاع جيد على الأنماط وربما يعرف أن نماطه البارز بشكل واضح والبعض ربما لا زال مشتت ولذلك قد يحتاج لاختبار الأنماط والاختبار رائع الفكرة فكرة المادت تعلم اللي ذا كاتركم بداية الفيلم حاضر الأولى نيل فرمنت نيوزلندي معلم هو وضع في موقع وراحض الموقع في المرفقات وبلغات من اللغة العربية تضغط وتجد أسئلة تجاوب عليها في حدد لك نمطك الأمر اللي بغاكم تفهموه في اختباره أنه هو اعتمد النموذج الثاني من الماضي التعلم اللي هو ذارك مسميها ذي اللي هو المتعلم البصري والأ متعلم السمعي أضافوا آر نحن اليوم ما تكلمنا أولا ولا هم موضوعنا نحن نتكلمنا على الحركة الآر القراءة والكتابة write and read عشان كلا ما تختبر وراح تشوف كم جبت في 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 مثلا اللي هو المتعلم البصري وكم جبت في المتعلم السمعي وفي الآر اللي هو القراءة والكتابة وفي الك اللي هو الحركة بالنسبة لي الار ممكن تضيفه مع البصري فيصير عندك في وآر اللي هو البصري والأ السمعي والك الحركة سوى المتعلم هي فاك ولا فاك أنا نفسي قناعة أنه فاك كافية والآر أشعر أنها زيادة وإنما هو متعلم بصري يعني يقرأ ويكتب يعني بصري في نهاية وإذا قال يكتب صار بصري وحركي وذاك أنا حقيقة يعني أفضل ذاك فقط سمعي وبصري وحركي فقط كان بعض يسأل هل يمكن أني يطور الماط الثانية إذا أنا سمعي أقدر يطور البصري الحركي الجواب ممكن لكن هل هناك حاجة ربما ترى هناك حاجة ربما لا أنا مرهين بمارس التمارين التذكر أنا مثلا سمعي أريد تذكر البصري أمارس ستفيد مع الأيام الآن كذا أنتهينا وأسأل الله تعالى أن تكون هذه المادة مفيدة وأن تكون استفدتم منها الفائدة التي أطمح إليها وتطمحون إليها وأتمنى أتمنى أيها الكرام مراسلتي بنتائج هذه المادة عمليا في حياتكم إن كنت معلم معلمها إيش كانت النتائج مع طلابكم إذا أنت طالب أو طالبة إيش كان نتائج استفادتكم من هذه المادة في دراستكم دعواتي لكم بالتوفيق وأسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير وإما كنتم ونستودعكم الله الذي لا ترضي وداعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر